النادي الاهلي قدم مباراة كبيرة الـ CNN وموقع باير ميونيخ كل الناس أشادت بالنادي الاهلي والنادي الاهلي عمل سمعة حلوة جدا للكرة المصرية في قطر وفي ألمانيا وفي كل حتة النادي الاهلي قدم مباراة كبيرة والنادي الاهلي كمان عايز أقول لكم يعني بيعود النادي الاهلي بمنتهى الصراحة هو أتأل فريق في مصر حاليا من ناحية طموح فرقته من ناحية أداء لعبته من ناحية الروح والإصرار عشان نكون منطقيين الاهلي هو أفضل فريق حاليا في مصر لأن كيرفو ابتدى يعلى واللعيبة الجدد ابتدت بتخش في الفورمة وتخش في البوطقة بتاعة النادي الاهلي وقل جمعة تقيلة وقل أفضل مدافع جيف مصر مبارح لا بتبان في الوقت الصح نروح بس عندي تعليق على ما قاله مستر مانو الجزي بعد المباراة أحد كلمه قال له على فابيو جونيور قال له فابيو جونيور لعيب كويس وفابيو جونيور بيمر بنفس المر دي فلافيو وقال هو نفسه ده مانو الجزي قال بس في فارق بين فلافيو وفابيو جونيور فابيو جونيور بيلعب تحت الرأس حربة لكن فلافيو ده رأس حربة صريحة اختلف معاك يا مستر مانو الجزي تماما أولا فلافيو هناك فارق شاسع ما بين فلافيو وبين فابيو جونيور فلافيو ده كان ممكن في بعض الأحيان بيبقى تلت فرقة الأهلي فلافيو ده أفضل لاعب جه بيتحرك وبيلعب بدماغه في مصر ممكن اخترنا خمسة في مصر جون في تاريخ مصر كمصريين وكأجانب بيلعبوا بدماغهم هحط فلافيو من أفضل لعيبة اللي بتلعب بدماغها وخطيرة في الثمنتاشر بيعرف يجيب جون هداف بيلعب بدماغه بيلعب رجل الشمال بيلعب برجل المين بيستلم تحت ضغط قوي غلس غيتت في الملعب ممكن يعور محطة دي قصة لكن فابيو جونيور كارثة بقى ان مانول جزين ما جاه كان طالب راس حربة صريح لكن تيجي تقول لي دلوقت يا مستر مانول ان فابيو جونيور بيلعب ورات راس حربة يا انها ربي دا اقولك لمواخذة بقى يا مستر مانول يبقى انت كده بتهزر انت جايب لي وليد سليمان بيلعب ورات حربة جايب لي عبدالله السعيد بيلعب ورات حربة جايب لي فابيو جونيور بيلعب ورس حربة عندك براكات بيلعب ورس حربة عندك جده بيلعب ورس حربة عندك أموتريكا بيلعب ورس حربة وما عندك شه رس حربة طب انت جيب لي فابيو جونل ليه طب ما تجيب رس حربة فابيو جونل نزل بصراحة مبارح عمل فارق تحس انه تقيل وبيستلم تحت ضغط وبيحجز بجسمه وبيعدي بس ماتش في قيمة باير ميونيخ اخدوا بالكم اما فريق يكون من درجة الاولى مع الفارق طبعا درجة الاولى جاي لعب الاهلي او الزمالك ما هي نفس القيمة الاهلي ما يجي لعب باير ميونيخ زي مثلا فريق في درجة اولى جاي لعب الاهلي او الزمالك فاللعيبة بتبع عندها حماس عايزة تبين نفسها عايزة تبين قدرتها عايزة تبين انها لعيبة جامدة عايزة تبين انها لعيبة تقيلة كل عالم بتفرج فاللعيبة بتحاول تطلع شاوء مبارح كان أفضل من شاوي قبل كده بكتير شاوي مبالح فكرني شوية بألفين وتمانية مبالح لكن ده مش مقياس وفابيو جونيور عمري ما هاقيسه عمري ما هاقيسه إنه هو رقص رقستين هو مش جاي الأهلي رقص رقستين ولا يجيب كورنر لا فابيو جونيور بالفلوس الدفعت فيه جاي يجيب جوان جاي هو مؤثر جاي العفل 11 يعني اللعيب الأجنبي دايما وخصوصا اللعيبة اللي بتيجي النادي الأهلي ونادي الزمالك والغاية دلوقتي الاتنين دول أقل ناديين بيعرفوا يجيبوا لعيبة أجانب الله وأعلم ليه هنطلع ليه طبعا كليب كده للسلاسي الجامدين قوي اللي عملوا بطولات للأهلي وعملوا بطولات لمصر تلاتة تؤال قوي نروح نشوفهم ونرجع لكم تاني